المفهومة الإدارة الفعلة أو الإدارة عموماً أو الإدارة عموماً أو الإدارة الهندسية طيب ممتاز في البداية ممكن نتكلم عن المفهومة الشامل للإدارة وتاريخها وكذا الإدارة احنا ممكن في أبسط معانيها ممكن نتكلم عن إنها هي الإدارة دي بتمثل عملية الشاملة لجميع المستويات سواء في التنظيم، التخطيط الرقابة، التوجيه هي عبارة عن علاقات متشابكة ومداخلة بتتأثر بظروف الظروف دي عبارة عن عوامل ممكن العوامل دي نقسمها العوامل الخارجية وعوامل داخلية العوامل الخارجية والداخلية دي اللي هي بتأثر في مفهومة الإدارة اللي هي المعروفة العوامل الاقتصادية والعوامل السياسية العوامل البيئية، العوامل اجتماعية العوامل الثقافية دي كلها وعاء بيتأثر ويؤثر في الإدارة الإدارة نفسها كفن وكتطور تاريخي ممكن نتكلم هي تجسمة ثلاث مراحل بالمناسبة ممكن نتكلم عن مرحلة ما قبل الميلاد دي مرحلة بيتمثلها زي الحضارات البابلية زي الحضارة الفرعونية دي قدموا لنا فن هندسي رائع تماما ويمكن آثاره للآن موجودة وظاهرة وخالدة دي نتيجة لشنو أكيد وراها كان فيه إدارة قوية وإدارة فاعلة لأن مثلين نمازج اعتبرت من العجائب المرحلة البعادة ممكن تكون هي المرحلة بعد الميلاد دي الأمثلة لها زي الحضارة الرومانية الحضارة اليونانية وأخيرا الحضارة الإسلامية اللي نفتخر بها نحن دي كلها أمثلة ونمازج لمفهوم وتطور فن الإدارة ترجمة نانسي قنقر